بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Machine Elements Design 1 نستكمل معنا شابتر 12 اللي بيتكلم عن الكابلينجز وبنستكمل الدزاين بتاع الفلانج كابلينجز والخطوة التانية اللي هي الدزاين بتاع الكي واحنا طبعا فردنا لها محاضرة سابقة اللي هي في شابتر 11 وقلنا ان الكي بيتعرض الى نوعين من السترس اول حاجة الشير سترس وده اول نوع النوع الثاني اللي هو الكراشينج سترس او اللي بنسميه ايضا البيرينج سترس وبالتالي طبعا مش هنعيد تكرار الكلام ده ندخل على المرحلة اللي بعد كده وهي الدزاين بتاع الفلانج الفلانج اللي هي الجزء ده وهنحاول نحن نطلع السمك ده اللي هو الف نطلع السمك ده ونتأكد ان هو بيتحمل السترس الواقع عليه اولا بما ان فيه تورك عندي صحيح هو هنا فيه تورك لكنه الجهاد اللي واقع هنا ديريكت شير ديريكت شير وديريكت شير احنا قلنا ان هو بيساوي الفورس على الاريا الفورس هنا بجيبها ازاي قيمة التورك ده هوت اهو بتساوي الفورس بس في الدي كابتال على اتنين الدي كابتال اللي هي فين اللي هي عند الجزء اللي انا بجيب عنده الشير ده لكن المساحة هتبقى مساحة استوانة اللي هي من هنا ونظرها من هنا على مدار المحيط كله واحنا قلنا ان المساحة السطحية للي استوانة هتساوي محيط القاعدة بتاعتها اللي هو البي في الدي كابتال طبعا باي في الدي كابتال ده المحيط في الارتفاع بتاع الاستوانة اللي هو التي اف اللي انا عايز اجيب القيمة بتاعته وبالتالي احنا كنا فرضنا ان التي اف قبل كده بتساوي تي اف ده هي بتساوي نص دي يبقى بناء على الفرضية بتاعتنا هحسب التاوي وقارنها باللي يتحمله المادة نفسها واشوف اذا كان اقل منها يبقى الديزاين بتاعي سيف واذا كان غير كده بزود في قيمة التي اف الخطوة اللي بعد كده اللي هي الديزاين للبولتس المسامير اللي بتربط عندي دي لابد ان انا اختار ليها القيم المناسبة زي القطر مثلا اللي يناسب السترسز اللي وقع عليها فلو لاحظنا هنا ان احد الفلانجات دي بيتحرك في اتجاه والجزء التاني بيقاوم فبالتالي فيه فورسز هنا هي طبعا مفروض ان هي عمودية على الشاشة فبالتالي المقطع اللي عندي ده هوت هيتأثر بالشير سترس طيب الشير سترس ده قيمته تاو طبعا للبولت بتساوي الفورس على الاريا الاريا هنا اللي هي مساحة مقطع المصمار تمام اللي هي الاس دي اللي يبقى على اربعة دي واحد سكوير دي دي سمول واحد سكوير اللي هو القطر بتاع المصمار في عدد المسامير طبعا بي عندي اكتر من المصمار بيربط محيطي فبالتالي من هنا اقدر اطلع قيمة القطر بتاع المصمار المناسب وده الاجهاد او النوع الاول اللي بيتعرض ليه اللي هو الشير سترس تاني نوع عندي بما ان الجزء ده بيتحرك فبيضغط على المحيط بتاع المصمار فبالتالي هيبقى عندي كراشنج سترس قيمة الكراشنج سترس سيجما كراشنج بتساوي فورس على الاريا نفس الفورس هي هيها وهقول بتيجي ازاي دلوقتي الفورس اللي هنا بتيجي من التورك لكن التورك بيساوي الفورس في دي كابتال واحد مش زي دي بقى اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده لا عندي دي انا بجيب باستخدم القطر ده عشان اجيب الفورس هنا لانها بتختلف طبعا باختلاف نصف القطر بناء على التورك الواقع عليها وبالتالي بيبقى عندي هنا الكراشنج سترس اا الاريا بتاعته اللي هي عبارة عن ايه الدي وان اللي هو قطر المصمار في التي اف طيب النوع الاخير من الريجي الكابلنج اللي احنا هنقشه باستخدام ده برضو زي الفلنج كابلنج كده بس بيسموها المارين طايب وده الاختلاف المهم جدا فيها هو ان العمود انتجريتد مع الفلنج ليه؟ عشان يديني مور تورك مور تورك لان ده طبعا بيستخدم فيه التطبيقات البحرية ونكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة